هي واحدة من أشهر وأنجح الروب بانت في العالم واسمها دايماً بيكون على ليحة الترشيحات في الجوائز المهمة ومن آخرها البرت اووردز أعضاء الفرقة الأربعة دايماً بيعرفوا إزاي يكسبوا اهتمام الناس سواء عن طريق الأغاني النكحة اللي بيقدموها أو الكليبس الغريبة اللي بيصوروها ومن هذا الساينتست اللي اضطروا أنه هم يحفظوا كلماتها لكن بشكل معكوس الحاجة اللي كتير منكم ما عرفوهاش أنه الفرقة دي اتهددت بالقاتل بسبب مشاركتها في عمل موسيقي اسمه Freedom for Palestine كل بلاي هما ديوفنا النهاردة في Star Trek على إنستجرام عندهم أكتر من 6 مليون فالوورز وعملين فالو لـ 12 شخص ومن بينهم بيونسي معظم صورهم على الإنستجرام هي من حفلتهم حول العالم وأقل صورة عندهم بتجيب 200 ألف لايك آخر بوست نزلوه كان من الباكستيج من حفل جوايز البريتس وعلقوا عليها بما معناه بنحضر لأداء أغنيت Something Just Like This مع The Chain Smokers DJ على الفيسبوك عندهم أكتر من 39 مليون لايك وأكتر من 36 مليون فالوورز ونفس الصور اللي بنزلوها على إنستجرام بيعملوها شير على الصفحة أما أغنيتهم الجديدة اللي عملوها شير على السوشيال ميديا تجاوز عدد مشاهدتها خلال أيام معدودة أكتر من 22 مليون ديوز وعلى تويتر بيتابعهم أكتر من 18 مليون مغرد وهما بيتابعوا أكتر من 1500 شخص ومعظم تغريداتهم هي نفسها إلا على الإنستجرام والفيسبوك وعملين pin لSomething Just Like This علشان تنتشر بشكل أكبر وكون بلاي نزلوا على الفيسبوك بوستر خاص بالحفلات اللي حيعملوها في الصيف وسموها أهد فولوف دفين ستور وحتكون يا مريم في دول مختلفة منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ترجمة نانسي قنقر